طيب نقول بقى مأذير المشروب الزهبي المشروب الزهبي هو مشروب لبن جوز الهند او اللوز بالكركم اتنين كوب من لبن جوز الهند او لبن اللوز واحد معلقة صغيرة من الكركم واحد معلقة صغيرة من الجنزبيل الفراش المفروم واحد معلقة كبيرة من زيت جوز الهند زرة فلفل اسود اتنين معلقة صغيرة من عسل النحلة ونص معلقة صغيرة ارفا وممكن نشيلها خالص ثاني نقول المشروب الزهبي كله بيتحضر على النار مش محتاجين نخلط فيه معلقتين كبار اتنين كوب من جوز لبن جوز الهند او لبن اللوز لو هاخد كوباية واحدة يسموا بقية المقادير على اتنين يعني بدل معلقة صغيرة كركم هتبقى نص معلقة كركم طيب الكمية دي بتكفي فردين اتنين كوب من لبن جوز الهند او لبن اللوز واحد معلقة صغيرة من الكركم واحد معلقة صغيرة من الجنزبيل الفرش المفروم واحد معلقة كبيرة من زيت جوز الهند زرة فلفل اسود ومعلقتين صغيرين من عسل النحلة ونص معلقة صغيرة من القرفة وممكن نستغنى عن القرفة احنا بنسخن اللبن وبنحط فيه بص يا جماعة هي دي كوباية الصغيرة بس لما انا انا باجي بفضيها في المجات اللي معايا هنا هي مجات كبيرة فهي بتعمل كوبايتين صغيرين او مجة كبيرة تمام؟ ده لبن جوز الهند او تمام؟ هبتدي انزل فيهم بزيت جوز الهند معلقة صغيرة من زيت جوز الهند نسيبه بأعلى النار يسخن شوية اللبن مع زيت اهم او يعني زيت جوز الهند مع اللبن في الاول وبعد كده هتدي انزل بالتوابل بس بعد ما اللبن يسخن شوية اي حاجة بسيطة من ايه زيت جوز الهند وهقلبهم مع بعض لبن جوز الهند بيبقى كسيف عن اللبن التاني وفيه كمان لبن اللوز وعلى فكرة حلو قوي المشروف ده نباتي عشان الناس لصيمة وعايزة تاخد المشروف ده حلو قوي قوي لان انت مستعملناش فيه اللبن الحليب احنا مستعملين فيه اللبن جوز الهند لبن جوز الهند احسن انواع الالبان الخاصة بالبشرة والشعر والدوافر عناية المرأة بنفسها ليه غاني جدا جدا بالفيتامينز غاني جدا جدا بالبروتين غاني جدا جدا بالفيتامين اي وفيتامين سي ودلوقتي كل المؤتمرات الطبية الحديثة اتجاهنا ناحية زيت جوز الهند في الاكل يعني كنا زمان منسمعش على الكوكونات اويل كل الكلام بتاعنا زيت الزيتون زيت الزيتون دلوقتي حديثا يمكن اخر سنتين ثلاثة بقينا نتكلم قوي 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 في المؤتمرات عن زيت جوز الهند وفوية زيت جوز الهند وفيه بعض انواع الدايتات الرجيمات في الوقت الحالي وان كنت انا ما بحبزهاش زي بقى الكيتو دايت ونظام قراطاي ونظام اتكنس بعض بقى انواع كتيرة انا على فكرة بحق انا من انصار النظام المتوازن اكل كل حاجة خلقها ربنا بس اكلها صحة اعرف زي اكلها بطريقة صحية عشان احافظ على الصحاتي لكن ما قطعش خلص بروتين ما قطعش خلص نشويات ما ركزش على الدهون في بعض انواع الرجيمات بتعتمد على الدهون فبنلاقي ان هما بيحطوا في اكلهم زيت جوز الهند وزيت الزيتون لكن انا بقول لكم كنظام متوازن استعملوا كل انواع الزيوت بس بطريقة معتدلة زيت الزيتون حلو قوي زيت الجوز الهند حلو قوي زيت بزرد الكبتان الكانولا اويل انواع كتير من الزيوت الصحية وهنتكلم عليهم بالتفصيل بعدين من الحاجات الحلوة قوي اللي بتخلي الوزن ثابت بعد نزول الوزن الامجا ثري سكس ناين مع الفيتامين سي اللي هي نقطة الحرق وفيتامين سي فيها التوابل اللي هي نقطة اللي هتجيلكوا اسمها الدايدروبس دي ستين ميلي بتقعد معانا شهرين فيها كمان حفظة حلوة قوي لو انا نزلة برا البيت وهاكل برا معزومة عزمة يبقى انا اقدر احفظ على احط القطارة بتاعتي ليها كاب كده غطة هحاول اجيبها لكم معايا علشان اقدر ان انا قبل الوجبة بتاعتي بربع ساعة الاكل وهو قدامي او قابليها على طول اللي هي النص ساعة لقبل الوجبة باخد ملو القطارة على ربع كباية مية ممتازة في الحرق طيب احنا اللبن معانا هو السخن هبتدي انزل بقابل التوابل بتاعتنا وهي حاجات كلها ايه بسيطة خالص خالص معانا الكركم اللبن اللي باخد حاجات بسيطة باخد معلقة كركم صغيرة خلاص باخد معلقة جنزبيل مطحون طبعا كله ايه واللبن على النار باخد كمان يعني اللي حابب يحط حبة قرفة صغيرين لا مانع خالص يعني حبة قرفة كده بسيطة خالص اهي تمام برضو القرفة بتحرق حلو قوي 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 وبتخلي السكر في الدم ستيبل يعني سابت لفترة طويلة تحسسني بالشبع بسيطين اللبن اهو بيتحول لللون الزهبي بنحط زرة فلفل اسود يعني يا دوب حاجة بسيطة لان الفلفل الاسود اهو يا دوب يعني زرة كده بيشغل الكوركم يعني ايه بيشغل الكوركم يعني يبتدي الكوركم الفايدة بتاع الدبان جدا جدا مع اضافة الفلفل الاسود فهي سنة بس عشان ما يقلتش اللبن سبايسي خالص زي المشروبات اللي احنا قلنا عليها الكاكاو اللي احنا عمي منين برح اللي قلنا بيبقى سبايسي شوكلتز يعني فيها سنة توابل حلوة اه ده اللبن بتاعي انا بقى هسيط كله يخلط مع بعض وبحط اخر حاجة مع علاقة عسل النحلة ودي اللي بحلي بها ممكن نحلي بسكر بني وممكن انتوا مع المنتجات بيوصل لكم السكر الدايت والسكر الدايت اللي بيستحمل الحرارة هو السكرالوز خلاص ادي التوابل بتاعتي كلها انا بقى هصفي المشروب الجميل حلو قوي ده قوي جدا 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 لجهاز المناعة ممتاز جدا جدا في تعالية الحرق والكاقيمة الغذائية عالية جدا 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 على فكرة الناس اللي بتخاف من البرد فيتامين سي مهم جدا ومشروب الكركم مهم جدا فكرة رحتوا حلوة كركم مع جنزبيل وقرفة وعسل ولبن جوز الهند ريحة حلوة جدا 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 تمام هنقدم المشروب بتاعنا ترجمة نانسي قنقر